انطلقت فعاليات المهرجان السنوي للمانجو بأسوان 2023 بحضور 14 عارضاً وتتميز المانجو في أسوان بأسعار تنفسية وبجودة عالية وخاصة في ظل تمتع أسوان بإنتاج نحو 125 ألف طن للعام الثالث على التوالي افتتحت فعاليات المهرجان السنوي للمانجو أسوان 2023 بحضور 14 عارضاً المانجو في أسوان يتميز بأسعار تنافسية وبجودة عالية وخاصة في ظل تمتع أسوان بإنتاج نحو 125 ألف طن منجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية وواد النقرة على مساحة 30 ألف فدان للسنة الثالث على التوالي مش عايزين نكلمكم عن جمال المهرجان والفكرة في حد ذاتها كنوع من الاستثمار الغير مباشر وعرض لأنواع المانجا المتوفرة على مستوى الجمهورية موجودة في أسوان عندنا وسوق مفتوح لكل المواطنين من أخصى أسوان لأدناها مهرجان أسوان للمانجو يعتبر حلقة وصل مباشرة بين المزارعي وتجار المانجو والمواطنين الراغبين في الحصول على هذا المنتج كما أنه يساهم بشكل مباشر في تقديم كافة أوجه الدعم لمزارع المانجو وذلك من خلال تحقيق التسويق الجيد لمنتجاتهم وإبراز الأصناف المختلفة لمحصول المانجو الأسوانية وتعريف جمهور المستهلكين بها سواء المستوردين أو طالبي توريدها للمصانع والشركات المختلفة السنة دي موسم المانجا كان على مستوى المحافظة يعني موسم ممتاز ومربح وكويس الحمد لله نشارك بأصناف المانجا كلها عامة من الزبدة والجلوك اللي بتشاربين الرمادق طبعا والعويسي والتيمور والهندي والسكري والفص عويسي والبلدي وكما مع الفونسا والهايدي دولك تنزلت معنا واللكيت والنعومي والعسمينة أنا كل سنة باجي في المهرجان بتاع المانجا تمام بسم الله ما شاء الله فيه أنواح كثيرة تمام وأسعار متناولة لدى الجميع يعني فيه أنواح عديدة جدا والسكري والمنجا والعويسي والتيمور والبربري ما شاء الله يعني أنواح كثيرة جدا فأنا بصراحة سنة يعني أنا بعتز بأصوان ومنجة أصوان ومبسوط جدا أن أنا معهم في السنة الثالثة مهرجان المانجو بأصوان بداية مبشرة في ظل الترتيبات والتنسيقات العديدة التي شهدها لفتح أفاق جديدة من الاستثمار داخل أصوان حيث بدأ العديد من المستثمرين التواصل مع المزارعين لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها ولا سيما بأنه يتم إنتاج نحو 56 نوعا وصنفا من هذه الفاكهة المميزة